موسيقى هذا البرنامج برعاية وحدة تنسيق الدعم ACU مرحب بكم جميعا المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج حياة صحية رح نحكي فيها اليوم عن المعلومات المغلوطة المنتشرة بين الناس عن فيروس كورونا بسعدني رحب بضيفي عبر الفيديو من مدينة غازة عنتاب دكتور ياسر فروح منصق ترصد مرض كوفيد-19 في شبكة الترصد الوبائي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا بكم جميعا تحياتي لكم والقائمين على هذا العمل والمشاهدين يهلا فيك مفاهيم كثيرة انتشرت عن فيروس كورونا منها ما قد يكون نصف معلومة ومنها ما قد يكون خطأ بالكامل ولكن من الملاحظ أنها انتشرت وتفشت بشكل سريع خلونا نتابع التقرير التالي ونرجع لنحاور ضيفنا الدكتور منذ قرابة العام وقت انتشار كوفيد-19 بدأ الناس يسمعون بفيروس كورونا المستجد وضرورة الوقاية منه كي لا يصيب الجهاز التنفسي ويعرض البشرية لموت محتم حينها كان الفيروس جديد الانتشار وقليل المعلومات صحيح أن التوصيات الرسمية التي خرجت من وزارات الصحة قد تغيرت بعد فترة إلا أن معلومات أخرى استعملت منذ البداية بشكل خاطئ وربما انتشرت بطريقة مجهولة وهي ما تزال حتى يومنا هذا متبناة من دون أن تكون تابعة لأي مرجع علمي من تلك المعلومات الخاطئة المنتشرة كالنار في الهشيم ما تقول إن كورونا يصيب كبار السن فقط أو أن الأقنعة تساهم في نقل الفيروس أو أن اللقاح الصيني غير مكفول لأن من شأ كورونا هو مدينة ووهان الصينية وبعضهم يتجه إلى أن اللقاح غير فعال على سكان الشرق الأوسط وهناك من يتجه إلى فكرة أن فيروس كورونا ليس له وجود وربما هو خدعة انتشرت بين وسائل الإعلام ومؤامرة من قبل الدول العظمى ضد الدول الصغيرة للسيطرة عليها وعلى اقتصادها وآخر يقول أن شرب الخل يساعد على التخلص من كورونا بحال كان قد تغلغل في داخل الجسم والكثير الكثير غيرها من المقولات غير المكتملة والمعلومات الناقصة أو غير الصحيحة كما الجميع يعمل على رفع قدرة مناعة الجسم منعا من الإصابة بكورونا والعمل على وقاية أنفسنا من التعرض المباشر للأشخاص المصابين بالفيروس يجب التقيد بالمعلومات الصحيحة ومتابعة أحدث الدراسات والتطورات من المواقع والأماكن الرسمية الموثوقة التي لا تقل أهمية عن التصدي لهذا الفيروس إذن عن المعلومات المغلوطة بيسعدني أني يناقش هذا الموضوع مع الدكتور من مدينة غازي عنتاب بقى ياسر الفروح منسق ترصد مرض كوفيد 19 بشبكة الترصد الوبائي برحب فيك دكتور هل فعلا أنه فيروس كورونا إما لا ينتقل بالأجواء الحارة أو أنه بيموت بالأجواء الحارة ما شاهدناه نحن خلال الفترة في عام 2019 في صيف 2019 كانت فيه دروة ثانية في العديد من دول العالم بناء على الشيء اللي شاهدته دول العالم المعلومة هي تعتبر خاطئة ما في لها أساس علمي الفيروس له من خصائصه البيئية أنه ممكن يقتل بدرجة حارة 70 لكن الأجواء الحارة أو الأجواء الصيف لم تكن لها تأثير على شدة انتشار الفيروس سواء إيجابا أو سلبا ما كان فيه تغير أبدا بسلوك الفيروس خلال المواسم حاليا نتكلم يعني بحديثنا عن الأجواء الحارة وربما سكان الشرق الأوسط فيه معلومة كتير منتشرة أنه كورونا ما بيأثر بسكان الشرق الأوسط أو فيه مقولة تانية بتقول أنه يمكن السوريين ما بيأثر فيهم هذا الفيروس على اعتبار أنه نستنشقه كلور كتير فأي تفسير عن هالمقولات دول كمان ضمن المقولات الخاطئة أو المفاهيم الموجودة عند المجتمع مجتمع دول الشرق المتوسط أو الشرق الأوسط وخصوص السوريين الأعداد التي تم تسجيلها بمناطق أو تم إعلانها أو حس أن يوصلوا لها بمناطق شرق المتوسط هي التي أدت الناس تحكيها المقولة لكن ما هي أساس علمي؟ معلومة خاطئة الفيروس فيه دراسات واسعة عن مدى انتشار الفيروس بحسب العرق خلينا نتكلم عرق البشري لكن ما فيه أساس علمي لهذا الأمر الحالات التي تم اكتشافها في العدد من خفض هو بسبب ضعف المقدرات الدول على كشف الحالات وليس هو فعليا الخفاض إصابة بهذه الدول طب بالحديث نفس السؤال ولكن عن اللقاح هل فعلا لا يؤثر على اعتباره مثلا قد يكون ألماني المنشأ أو روسي المنشأ أو صيني المنشأ هل فعلا أنه ما بيأثر على سكان الشرق الأوسط كما يجب؟ تمام هي كمان من المعلومات الخاطئة المغلوطة عن اللقاح بشكل عام وإحنا الفترة الماضية كانت المعلومات الخاطئة بشكل أساسي مركزة على المرض وعن الفيروس بحث ذاته سنشاهد الفترة القادمة بعد انتشار اللقاحات وبدأ استخدام اللقاحات بأكثر من دولة معلومات مغلوطة وخاضية عن اللقاحات هذه المعلومات طبعا أي كلام يحتاج إلى تدعيم علمي صحيح والدراسات واسعة الفيروس سواء كانت الألماني أو الصيني هو تم تجريبه على شريحة واسعة من البشر حتى تم طرحه للاستخدام التجاري فعالية اللقاح ما زالت قيدة دراسة لكن لا يوجد ربط بين السكان أو العرق المناظق وفعالية الفيروس يوجد فرق بالفعالية بين اللقاحات المطروحة في الاستخدام التجاري بسبب اختلاف طريقة التصنيع واختلاف الطريقة التي تم اتمادها خلال تشكيل اللقاح لكن السكان اللي موجودين في شمال سوريا أو بسوريا بشكل عام ما رح يأثر فيهم اللقاح الموجود اللي تم تصنيعه في ألمانيا هذه معلومة أكيد خاطئة لأنها مرتبطة بسلسلة الجنية للفيروس ولاست مرتبطة بالعرق البشري اللي تم تطبط عليه إذن أنت بتشجع المشاهدين اللي عم يشوفونا لو كان في عندهم فرصة انهم يحصلوا على اللقاح انهم يقدموا عليه وياخدوا يعني يحصلوا عليه تماما أكيد بالتأكيد هو الحل الوحيد للخروج من الجائحة العالمية اللي احنا عم نشوفها هو اللقاحات هو تطبيق الواسع للقاحات اللقاحات اللي ثبت استخدامها انها بالتجارب السريرية بالتجارب الدول اللي سرقتنا انه هي آمنة نوعا ما أو آمنة كليا خلينا نتكلم وفق الدراسات المبدئية الموجودة حاليا نعم لح ابقى بالأجواء الساخنة ولكن لح انتقل على اليدين في معلومة بتقول انه غسل الإيدين بماء ساخن ربما يقضي على الفيروس وربما حصلت حالات حروق لبعض الأشخاص اللي عندهم خوف شديد من الإصابة بهذا المرض انهم عم يغسلوا يديهم بمياه ساخنة جدا تعليقك على هي المعلومة تماما مثل ما ذكرت المعلومات البيئية المتوفرة عن الفيروس اللي هي تكون درجة الحرارة سبعين اكيد ما حدا رح يتحمل درجة الحرارة سبعين لمدة خمس دق قائب حتى يقتل الفيروس فهي من المعلومات الخاطئة تماما عن الغسيل الأيدي غسيل الأيدي بماء وصابون بماء الصنبور لمدة عشرين ثانية تكفي للقضاء على الفيروس تخفيف الحمل الفيروسي لنكون أدق بشكل أدق تماما طيب بالنسبة للكمامات وهو أحد الأسئلة اللي انطرح بالتقرير المعروض هل ربما لبس الكمامات يساهم بنقل الفيروس ففي ناس هي ضد تماما أن تلبس كمامة تمام ممكن يكون يعني لبس الكمامة الفكر المطروحة أنه هي لبس الكمامة ممكن تساهم بنقل الفيروس يعني ممكن نفوت شفية تفصيل بهذه الجزئية ما ننفيها بشكل كامل الكمامة وجد خلال الدراسات أنه الفيروس يوجد على سطوح الملساء بيبقى مدد سبعة أيام السطح الخارجي للكمامة هو سطح أملس فإذا كان الشخص تعرض الكمامة اللي لبسها تعرضت لكمية من الفيروس ستكون موجودة على سطح الخارجي للكمامة ستظلها موجودة فإذا كان الشخص غير ملتزم باللبس الجيد للكمامة إذا الشخص ما يلتزم بنظافة الأيدي الشخص الكمامة ظل لبسها لفترة طويلة أكثر من أسبوع نعرف أن الكمامات أطول فترة هي ثمان ساعات وليس أن تبدل بس صارت مبللة بس صار فيها عطاس بس صار فيها بلل صار خلص لازم بصير تبديلها فنحن نرى أن الناس بظلها لابسة الكمامة لفترة طويلة ممكن تكون تدخل لمشافي تدخل لعيادات لأماكن مزدحمة هم بها بها الحالة هاي نعتبر أن الكمامة صارت مصدر نقل للعدوى مصدر لشر التلوث أكثر من الحماية لكن وضع الحمامة وضع الكمامة بحد ذاته لا يعتبر أبدا أكيد لا يسهل حصول العدوى أبدا بل هو الوسيلة يعني من الوسائل كانت ثلاثة للاعتماد ما تمد عليها في الوقاية الشخصية بنعم أو لا هل يوجد أنواع من الكمامات تساهم بالوقاية أكثر من أنواع أخرى نعم هنكمل هنكمل حديثنا دكتور عن المفاهيم المغلوطة عن فيروس كورونا ولكن بعد الفاصل مشاهدينا فاصل أصير ومنرجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومنرجع نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نسمة تاني ننمو را اللهم أكبر سنين والمرج والمرج ليناء نقرأ ما بين السطور نتابع التطورات على الساحة السورية نبحث فيها ونحللها ثم نناقشها مع الأطراف المعنية بالحدث والمحللين وأصحاب الاختصاص لنقدم أهم التحليلات وأدقها وكل ما يهمكم في الشأن السوري كونوا معي أنا بشرحاوي في ثنايا الخبر مرحبا يكون من جديد مشاهدينا نحكي عن المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين الناس عن فيروس كورونا بدي رحب من جديد بالدكتور ياسر الفروح منسق ترصد مرض كوفيد 19 بشبكة الترصد الوبائي أهلا وسهلا فيك دكتور وتتمة لحديثنا السابق عن المفاهيم الخاطئة خليني أسألك عن ارتداء القفازات المطاطية مثل اللي بيلبسوها الدكاترة هل هي بتساعد فعلا على الوقاية من كورونا أم تساعد على النقل كمان بالنسبة يعني هات السؤال موجه للأشخاص يلي عندهم صار تخوف زايد من كورونا طبعا هي بشكل مشابه للبس الكمامة كل اللبس المسميها هي بالنهاية هي مواد الحماية الشخصية إلها ضوابط استخدام إذا كان استخدمت بالطريقة الصحية تعطيناها الحماية الأمثل إذا كان تم استخدامها بالطريقة القاطئة ربما تصبح مصدر لنقل العدوة فلبس القفازات المطاطية وحتى النايلون رح يفيد بأنه الشخص اللي بخرج خارج المنزل أو بتوقع أنه يذهب لأماكن ممكن يكون فيها الفيروس في منتشر مثل الدخول للمشافي بهالحالة هاي ينصح بلبس المتداء القفازات سواء بلاستيكية أو المطاطية وهالحالة هاي لازم يتم تبديلها بعد الخروج من المنشأة الصحية أو بعد الخروج من المكان ما يظلها موجودة ويستمر بارتداءها لفترة طويلة مثل ما ذكرت بدل ما تكون هي مصدر للحماية تصير مصدر لنقل العدوة تتحول تماماً طيب خلينا نحكي عنا زاوية أخرى وهي رش الجسم بالكحول الطبي أو حتى الكلور في أشخاص بيستخدموه هاي الحيلة هل يساهم ذلك بالقضاء على الفيروس بحال مثلاً أنا لقطت كنت ماسكي فيروس على إيدي ممكن ينقضى عليه طريقة الانتقال الأشيع حتى الآن بعد قرابة أكثر من سنة لبدء انتشار للفيروس العالمي الطريقة الانتشار اللي هي بالقطيرات التنفسية اللي هي من شخص مثلاً مصاب قام بالعطاس أو بالسعال خرجت القطيرات التنفسية مسابة متر أو المتر ونصف وتلقاها الشخص اللي مخالط إليه هاي الطريقة الأشياء اللي هي تعتبر الطريقة الأساسية أو الطريقة المباشرة للتكلم فيها طريقة التماس الطريقة الثانية هي طريقة تم تسجيلها لكن بنسبة أقل من الطريقة المباشرة اللي هي طريقة القطيرات التنفسية الشخص عندما يبخ نفسه بالكحول صراحة ما عمل وقائي لنفسه لا من الطريقة الأولى ولا من الطريقة الثانية من حصوله على عدوه هي عبارة عن فقط ممكن تكون عند الأشخاص اللي عندهم شوية وسواس طهري بها بوسواس النظافة وسواس الخوف من المرض بجرد بتلاقيين أنه بلشوا يبخوا الكحول على واعيهم على جسمهم حواليهم كأنه يطهر الجو اللي حواليه وهي أبداً يعني شي ممارسة خاطئة وربما تعكس شوية أنه الشخص يعني تعطي فكرة أنه غير واعي غير فهم لطريقة انتشار البيروس الصحيحة حتى من بقاية صحيحة منها تماماً في بعض الأشخاص قد يستيقظوا يوماً ما مثلاً يكونوا شعرين باحتقان أو بانسداد الأنف فربما يأخذون الوضع أنهم يشربوا خل يضغرغروا بليمون أو مثلاً بمي وملح أو خلينا نقول بياكلوا سن بصل أو توم هاي الإجراءات جميعاً هل لها أي إثبات علمي أنها قد تكون نافعة أم هي خاطئة تماماً؟ تماماً مثل ما ذكرتني هي مجموعة من الإجراءات ربما هي ليست متخصصة بالوقاية من الكوفيد هي موجودة ضمن مفاهيم الشعوب بشكل عام خاصة من مناطقنا ما في أي إثبات علمي حتى الآن وشفنا كيف في السنة الماضية مع بدأت الجائحة أسعار الثوم وصلت لأرقام خيالية بسبب الشائعات التي صدرت أنه ممكن يفيد وصلت لدرجة أن منظمة الصحة العالمية نشرت إعلام بهذا الأمر أنه لا يوجد أي إدراسة علمية تبرر الاستخدام المفرط للثوم في الوقاية أو العلاج الكوفيد حتى الآن لا يوجد أي إثبات علمي لهذه الإجراءات كلها طيب شو بتنصح المشاهدين بحال فعلا استيقظ أحدهم يوما ما يعاني من احتقان وانسداد بالأنف وخاف أنه قد يكون معه كورونا شو يتصرف بهذه الحالة؟ تمام هل عند الشك بالإصابة بالكوفيد المعلومات التي يخبر الناس فيها تبدأ فيها مباشرة اللي هي الوقاية الشخصية العزلة الذاتي صراحة العزل بحيث أنه ما ينقل المرض أو الفيروس للأشخاص المجاورين فهذه أول خطوة أول خطوة اللي هي أنه يبدأ بالعزل الذاتي برداء الكمامة يبدأ بالحفاظ على مسافة التباعد الجسدي مع الأشخاص المقالطين إلوه الخطوة الثانية هي ببدأ مراقبة العراض السريرية لنفسه إذا كان هناك علامات خطورة تستدعي مباشرة طلب الخدمة الصحية من الشخص وتوجه الأقرب مركز الصحي أتوقع المصادر المعلومات مصادر الحصول على المعلومات أو الاستشارات الطبية صارت متوفرة عند الجميع الشخص إذا كان ظهر أعراض ما يجب أن يعمل كيف يراقب نفسه متى يراجع مركز الصحي بتفاصيل ممكن تكون قريبة للشخص العامي اللي لا يفهم اللغة الطبية هذا الشيء متوفر ضمن أرقام مجانية استشارات مجانية مع أشخاص مع كوادر طبية مؤهلة وصار في خبرة جيدة بهذا المجال وهي الشيء موجود بتوصل للخدمة موجودة للسكان شمال غرب سوريا يعني عن موضوع الإصابة هناك معلومة منتشرة بين الكثيرين عم تقول أن حبس الشخص للنفس لمدة 10 ثواني متتالية من دون لا السعال ولا الشعور بأنه أنا ما لي قدران كمل حبس النفس هل ممكن يعني بحال انقطعت هاي العشر ثواني قد يكون مصاب بفيروس كورونا هل هاي المعلومة صحيحة لا تموت للصحة بصلة هاي أول مرة بسمحها يعني أنا انتبعت كثير من المعلومات المغلوطة مع المعلومات اللي بسمحها أول مرة ما في شيء أبدا من هالكلام بالنهاية يعني هي مرتبطة بقدرة الشخص على حبس النفس ما في أي يعني كلام علمي صراحة تجدير علمي أو تأصيل علمي هالمقول طيب خلينا ننتقل من الأشياء اللي ممكن يعمل لأي شخص على نفسه ننتقل للجو المحيط هناك بعض الأشخاص يقومون بغسل الأسطح الأرض أو الأساس خلينا نقول بمركبات هي عبارة عن خل أو كلور أو مع بعضهم أحياناً بيضيفوا الخل مع الكحول الطبي مشان كله يساهم على القضاء على الفيروس بحال كان موجود يعني ما بعرف لو تعطينا تعليقك عن هذا الموضوع على أي حفاظ على نظافة الأسطح من المؤشرات الجيدة أو النشرات المفيدة بتعقيم الأماكن الموجودة فيها خاصة بوجود شخص مصاب لكن كيف تم تعقيم متى يتم التعقيم وشو هي المواد المستخدمة هي هاي هون النقاط فيها نحن أنت عم تذكري أنه يرش الأسطح أي أسطح إذا كانت مثلاً متكلم مثلاً بمكتب لازم يتم تعقيم الطاولات المكاتب الكراسي المسكات الأبواب في الأماكن اللي بتكون فيها استخدام التعقيم بشو دكتور؟ يعني بمواد تنظيف عادية أو بمواد طبية؟ في معاقمات خاصة بالأسطح بتكون تبكيبة معينة أو ممكن محلول الكلور المخفف ممكن يساهم بهذا الأمر وفي تركيبات خاصة بالكلور بتيجي بشكل أقراص مع الماء وبتكون على شكل مرشات هاي صراحة بطريقة نوعاً ما بداية لكن المعاقمات الخاصة بالأسطح متوفرة وبكثرة صارت بعد الجائحة العالمية المعاقمات صارت بمتناول الأيدي بكل مكان صارت الماركة الصغير اللي بمكان مقطوع ممكن يتواجد عنده المعاقمات فهي لها تركيبة خاصة فيها بحيث أنه تعطي فعالية لقاءة الفيروس اللي ممكن يكون متواجدة على هذا السطح أما الخل أو الماء جافيل بغنسة بغير مدروسة غير معروفة ربما يؤدي لضرر صراحة أكثر من الفعل لكن السؤال أيضاً يعني عن المركبات قد يكون أنا مثلاً امرأة أمتلك العلبة كلور ضيف معها خل ضيف معها مركبات أخرى يعني هاي ربما بتسيء أكثر من ما تفيد طبعاً التعامل مع المواد الكيموية لازم دائماً يتنبيه شكل حذر صراحة لا سمح الله يعني ممكن يكون أدي أدي أي تفاعل ما بحكي إلى انفجارها الأكيد لكن ممكن يؤدي شوية أنه يصير تفاعل بسيط يعمل شوية انتشار للسوائل على الوجه يؤدي لحروق من أعرف أن الماء الجافيل أو الكلور عم يكون مركز بحيث أنه ممكن يؤدي أذى بالعين أو بالمخاطئات فهي دائماً قدر الأمكان لابتعادة عن الإجتهاد بالتعامل مع المواد الكيموية الغير معروفة من قبلنا وعدم المزج وعدم الخلط هاي يكون حذريون بهالأمر مثل ما ذكرت بالمقابل في مراطفات سوائل معقيمات سطوح موجودة ومدروسة وجهزة للاستخدام وأتوقع سعرها مشعر يعني غالي على أن الناس تحصلوا عليهم أحد الأسئلة أيضاً هل كبارة سنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا على أعتبار لا يمكنهم أيضاً حتى شفاء من تمام المعلومة الأخيرة ذكرتها لا يمكن الشفاء من هاي يعني هي كمان غير دقيقة جزء من المعلومة الكليين اللي ذكرتها الصراحة الناس اللي بتصاب أكثر هي الناس اللي أكثر عرضة أكثر تحركة بالمجتمع الأكثر مشاطة بالمجتمع هي فئة الشباب تقريباً تقريباً بارسن نعم لكن انتشار الفيروس إصابة الفيروس فرصة يعني احتمالية إصابة الفيروس هي متساوية عند الفئات العمرية كلها لكن الأشخاص الأكثر عرضة للحدوث تقريباً شكراً كتير لك دكتور ياسر الفروح منصق ترصد مرض كوفيد 19 بشبكة ترصد الوبائية طبعاً كنا بنقمل أنه يعني وقت الحلقة ما ينتهي لأنه في كتير من الأسئلة ولكن للأسف انتهى الوقت شكراً جزيلاً الله تكمل عافية الله يعافية مشاهدينا تحدثنا بهذه الحلقة عن المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس عن فيروس كورونا بدي ودعكم مشاهدينا على أمل اللقاء فيكم الأسبوع الجاية تحية مني ومن فريق العمل مع أمنياتنا للكل بحياة صحية خالية من الأمراض تبقوا جميعاً براحة وعافية منشوفكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة